مرحبا بكم معزان المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج بالعراقي يتساءل ممثلو الأقليات حول دورهم في حوارات تشكيل الحكومة المقبلة في وقت تتزايد فيه اعتراضات الكثير منهم على نتائج الانتخابات الأخيرة ترى هل لا زالت الكتل الكبيرة تسعى لاستقطاب نواب الأقليات ما هو دورهم في صياغة شكل الحكومة المقبلة وكيف تفاعلت الأقليات مع نتائج الانتخابات الأخيرة الأقليات وحوارات تشكيل الحكومة هو موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج بالعراقي نناقشه مع الضيوف المختصين الكرام الأستاذ صائب خدر المرشح الفائز عن المكون الأيزيدي والدكتور فراس قول قيس أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد وأيضا هو من المرشحين للمكون المسيحي والباحث والأكاديمي الأستاذ عبد الحسين شايع مرحبا بالضيوف الكرام أستاذ صائب مرحبا بك في أولى حلقات البرنامج وأنت تمثل أيزيديين في قبة البرلمان نبارك لك صعودك وتمثيلك للأيزيديين في مجلس النواب ونريد في تقييمك للعملية الانتخابية هل فعلا ثمت اعتراضات على التمثيل هل فعلا يعيش ممثلو الأقليات بين المطرقة والسندان بين مطرقة الأحزاب الكبيرة وسندان مطاليب الأقليات في البداية شكرا جزيلا أستاذ عمات وشكرا إلى قناة الحرة اهتمامها الدائم في قضايا المكونات في العراق وطبعا للضيوف الكرام والمشاهدين العزاء حقيقة العملية الانتخابية بالنسبة للمكونات وتحديدا للمكون الأيزيدي شابهة كثير من الأمور والمغالطات والتي أثرت على وجود تمثيل حقيقي يتناسب مع النسبة العددية للأيزيدي ونبدأ بداية في عدم وجود زيادة لمقاعد الكوتا في البرلمان السابق الذي لم يقدم على زيادة هذه المقاعد النقطة الثانية هو النظام الانتخابي نظام سانت ليغو الذي حرم وصول الكثير من القوائم الانتخابية البعد الثالث هو زج الكثير من ممثلين أنا أتكلم عن الأيزيديين زج الكثير من أبناء الأيزيديين في قوائم كثيرة وصل إلى عشرين شخص في قائمة واحدة وعشر أشخاص أو خمسة عشر شخص في قوائم أخرى وهذا القوائم عملت على استقطاب أصوات الأيزيديين وتفتيتها وأدى إلى عدم صعود الكثير من الأيزيديين وحقيقة الأيزيديين كانوا منتعظين وما زالوا لعدم وجود نسبة عددية تتناسب النقطة الثانية أيضا أو الثالثة هي عدم احتساب أصوات النازحين في مخيمات النازحين في مناطق كردستان بشكل دقيق وهذا أثر بشكل مباشر على عدم وجود تمثيل حقيقي وعدم وجود أصوات هناك قوائم وكان لها قوة قوائم أيزيديية كان لها قوة لم تنزل على الكوتة حقيقة ولكن كانت نازلة كقوائم عامة وكان لها قوة في الشارع الأيزيدي حقيقة ولكن تفاجأ الشارع بعدم وجود أصوات لها وكثير شابت عملية الأمور فيها مغالطات هناك أيضا من جانب آخر هناك أذبة الأيزيديين أنهم لبوا عملية المشاركة بالانتخابات هل لديكم أحصائية عن مشاركة الأيزيديين؟ هناك بعض المقالات التي قرأتها تشير أن الكثير من النازحين أو الذين عاشوا مأساة سنجار وبعض المناطق الأخرى لم يفضلوا المشاركة في الانتخابات حقيقة المشاركة العددية هو الأيزيديين هو جزء من الشعب العراقي فبالتالي كانت نسبة المشاركة في العراق بصورة عامة متدنية ولكن حقيقة بين الأيزيديين كانت المشاركة نوعا ما جيدة وفئة الموصل بشكل عام كانت جيدة بالمقارنة إلى بقية المحافظات وأيضا الأيزيديين استطاعوا أن يقولوا كلمتهم بعض الأصوات كانت صحيحة وقوية وكانت مؤثرة ولكن حقيقة كنا نتمنى أن يكون عدد كافي للأيزيديين يتناسب نحن نحن خمسمائة ألف نسمة ولا يمثل الأيزيديين سوى ثلاث أشخاص وأعتقد هذه المسألة تؤثر على الأيزيديين وأيضا ذكرت على مسألة المطلقة والسندان هذه مسألة كبيرة أن يكون ممثلي المكونات بين مطالب شعبهم التي تطالب بحقوق ومطالبات وبين رغبة الكتلة الكبيرة في استقطاب الممثلي المكونات كعدد يعني أنا أريد أن أتحدث معك بصراحة في هذا الموضوع يعني هناك من يشير إلى أن ممثليكم ممثلي الأيزيديين في الفترة السابقة كانوا ميالين إلى أحزابهم أكثر من المكون من هموم المكون فيما بعد سأناقش معك هذه القضية دكتور فراس أنت نزلت في قائمة منفردة وحصلت على أصوات حتى في الجنوب وكانت هاي مثار استغراب لكن كانت لديك رؤية تقييمك لنتائج الانتخابات كانت لديك اعتراضات أيضا على الكوتا وهناك من يشير إلى وجود شوائب بالتزوير شكوك بالتزوير هل لديكم أدل على هذا الموضوع وما هي المؤشرات شكرا جزيلا استاعيماد بالبداية شكرا قناة الحرة بجميع كوادرها لاهتمامها بقضايا تخص جميع مكونات المجتمع العراقي ثاني شيء نبارك للأخ صعب خضر نتمنى أن يكون ممثل عن كل المجتمع العراقي بصورة عامة وعن أخوتنا الأزديدية بصورة خاصة نرجع للموضوع أنه أول شيء أنه كأدلة لحد الآن على عمليات التزوير لا يوجد ليس فقط من الجانب المسيحي ومكون المسيحي كل مكونات بس المشكلة التي حصلت لنا نظام كوتا الذي خصصونا نظام كوتا على أساس خمس مقاعد هذا النظام يضف إلى ذلك نظام الانتخابي سمح لأحزاب كبيرة أن تبتلع كوتا مقاعد بين قوسين مسيحية كمكون مسيحي أو كمكون قومي خمس مقاعد ابتلعتها يعني من أصل خمس مقاعد تسا عندك أنت أربع مقاعد هما خارج الكوتا وما صحيح ممثلين مسيحيين بس هما تابعين لجهات أو لكيانات أخرى فهذول أنه راح نشوف مستقبلا توجهاتهم مع المكون مع حقوق المكون مع طلبات مكون أو مع الكتلة أو الجهة التي صعدتهم وهذا الاعتراض الأزلي للعديد من المكونات حول ما نمثلهم طيلة الأعوام الماضية في مجلس النواب أنهم كانوا ميالين إلى الأحزاب الكردية وميالين نوعا ما إلى أحزاب شيعية أيضا بعضهم نعم وهذه المشكلة راح تستمر بس هسه راح تستمر بقوة أكثر لأنهم من أصل خمس مقاعد أربع مقاعد قلت لك أنهم ممثلين فقط بالاسم مسيحيين لأنهم أعضاء في أحزاب أخرى وتابعين لجهات أخرى فهذه المشكلة الأساسية بالبداية هناك عدة جهات طالبة أنه يكون نظام الكوتا الخاص بالمسيحيين يكون محصور تصويته فقط بالمسيحيين نعم بس هنا المشكلة أنه إذا نجي هسه فقط نحصره بالمسيحيين راح نشوف أنه نظام الدائرة الانتخابية الواحدة والنظام الانتخابي ما راح يتغالى مع هذه المتطلبات بصورة كبيرة لذلك نحن المفروض نسوي لفترة معينة نحصر نظام الكوتا أنه تصويت خاص بالمسيحيين بس مستقبلاً من تتأسس عندنا دولة ديمقراطية مدنية حقيقية تقوم على أساس الموطنة أنا من أطالب برفع نظام الكوتا وأرشح العراق كدائرة انتخابية واحدة فأنه النظام الانتخابي سمح لأحزاب أخرى أنه تدخل وتبتلع مقاعد الكوتا لديك رأي قرأناه أنك دخلت بقائمة منفردة من أجل التحدي ماذا تقصد بقضية التحدي؟ أنا دخلت قائمة منفردة أو كفرد مرشح فرد يعني هي قائمة الدكتور الدكتور فراس جورجيس عزيز مرشح فرد مستقل نعم هو يعروض جتي حضرتك أكيد تعرف أنه بس أنا ما انضميت بعد الانتخابات قبل الانتخابات بيوم من إجالي عدة اتصالات أنه نوجه لك جماعة مكون معين أنه يصوتوا لك مقابل أن تنظم معنا بعدها أيضاً رفضت هذا الشيء لأنه أنا رفع الشعار أنه أبقى مستقل أبقى مستقل لأنني إذا أمثل مكون هذا المكون طيل فترة شوما تفضلت حضرتك الدورات السابقة يعني ممثلين ما قاموا بدورهم خلي نقول الصحيح أو على أكمل وجه نعم عدت معطيات منذب معطيات منذب السبب الرئيسي بيهم أكو أسباب أخرى بس إحنا يعني أنا كان هدفي أنه أكون صوت المكون الآشوري في مجلس النواب العراقي هذا الصوت المستقل ألم تستغلب عفوا دكتور فراس ألم تستغلب مثل ما استغلب الكثيرون أن الكثير من أبناء الناصرية والعمارة والبصرة وأعتقد وصلوا بالآلاف نعم انتخبوا شخص مسيحي ماذا يمثل ذلك يعني انتخبوا فراس جورجيس استاعي مات إحنا ككوتا مسيحية نزلوا عليها سبع قوائم وأني فرط مستقل الثمانية السبعة هم وأني ثامنهم أخذنا من جميع محافظات الجنوب بس أكو فرق أنه أنا أخذ مئتين أو تلاثمين صوت في محافظة وأكو جهة أخذ لألف ألف خمسمين صوت هذا أخذ نتيجة توجيه لجهات معينة أنه صوته لفلان شخص حزب معين حزب معين صوته لفلان شخص حتى يصعد أنا لا أنا كان أكو تنسيق مع بعض الأستاذة الذين يقروا ويا يا ماجستير أو دكتوراه بالكلية أو مع طلابي جوي حتى أخذوا من عندي للبيت أخذوا كارتات أخذوا بوسترات أخذوا بالمحافظة ووزعوا كارتات فأنا لم أكن توجيه أكثر ومكان هو عملية تثقيل فأنا لا نقارن شخص يأتي 200 أو 300 في محافظة مع شخص يجاب لألف وسبعمية طيب يعني فيما بعد لو تسمح لي أن أناقش معك يعني نفس الموضوع الذي أريد أن أناقشه مع أستاذ صائب حول رغبة العديد من الأحزاب ابتلاع نواب الأقليات أستاذ عبد الحسين وأنت من الباحثين المتابعين لشؤون الأقليات هناك إشكالية تحدث فيها الأخوان هذه الإشكالية تكمن بوجود رغبة ابتلاع هل بسبب ضعف من يمثل هذه المكونات أم أنها سياسة هذه الأحزاب التي اعتادت على الاستحواذ ولا زالت تحاول طمس معالم الأقليات من خلال كسب نوابها إلى جانبها في البداية تحياتي لك أستاذ عماد ولضيفيك الكريمين ولمشاهدي قناة الحرة بالنسبة لسؤالك قبل أن أدخل في هذا السؤال أود أن أقول أنه نفس العملية الانتخابية الجارية والتي اتهت مؤخرا أثبتت نتائجها أنه لا تمثل سواء أقل من 20% من المجتمع العراقي وهذا في حد ذاته يدل على فشل هذه العملية السياسية خلال السنوات الماضية في نظر المجتمع غالبية المجتمع يعني في مجموع البرلمان لكن ما معلن ما معلن أكثر من 44 المعلن ولكن هناك مصادر مستقلة طبعا المعلن من قبل الجهات التي هي خضعت وتخضع لنفس القوة المتحكمة بالوضع السياسي بالعراق هناك شكوك الآن للبرلمان والمجس المزراء عن 40% أو أكثر أو أقل أكو شكوك بهذه المزراء ولكن نعم مصادر مستقلة تتحدث عن أقل من 20% وهذا يعني موضع تساؤل كبير يعني حتى بالمعايير الدولية موضع تساؤل كبير وليس غريبا على الوضع السياسي بالعراق ما شهد العراق خلال سنوات الماضية من بعد 2003 ولحد الآن يعني عوامل الفشل كثيرة وكبيرة على الصعيد الأمني على الصعيد الاقتصادي على صعيد الخدمات على صعيد الفساد المستشري في مفاصل الحكم ومؤسسات الحكم بمختلف أقسامها كل هذا لا أستغرب هذه النتيجة وهذه النسبة من التصويت ولذلك أقول أن المؤسسة الحاكمة بكل أقسامها القادمة هي لا تمثل سوى الأقلية العراق إذا نتحدث عن أقلية وأغلبية الآن وموضوع البرنامج يخص هذا الموضوع ولو الموضوع بالمفهوم المعروف بالعراق الأقليات القومية والدينية والطاعفية وهذا واقع لكن إذا نتحدث بشكل أشمل في الحقيقة أنه في كل مجمل هذه القوة السياسية التي فازت في الانتخابات هي الأقلية بالواقع بما فيها الكتاك الكبيرة والأغلبية في المجتمع العراقي الآن مجرد من أي قدرة على تدخل في القرار السياسي والذين أردوا عن رفضهم هذا الرفض هو يمثل الأكثرية يمثل الأكثرية وهذه مقاطعة واعية كانت الآن أغلبية المجتمع العراقي من مختلف المكونات هم ليس لديهم أي وسائل لصياغة القرار السياسي لتحكم بمصيرهم السياسي للتدخل للرقابة مجردين من هذا وهذه مشكلة على المدى القريب وعلى المدى البعيد ستشكل مشكلة هذا المجتمع هذه النسبة الكبيرة التي قاطعت الانتخابات ليست لها أي وسيلة للتدخل السياسي والتعبير ستشكل دعنا نعود إلى موضوعنا لو تسمح لي بعد الفاصل للحديث عن أهمية الكوتة في مجتمعات وهناك من تفائل في البدء في السنوات الماضية بضرورة وجود الكوتة لأجل ضمان حقوق الأقليات هل ضمن الأقليات حقوقهم عبر هذه الكوتة بعد الفاصل لو تسمح لي أعزائي المشاهدين فاصل ونعود من جديد أعزائي المشاهدين والحديث عن الأقليات وحوارات تشكيل الحكومة يعني متابعتك للعديد من التجارب الديموقراطية العالمية يبدو أن الكوتة هو صمام الأمان والضمان لصعود ممثليه هذه الأقليات ونتذكر في بدء الانتخابات ومن ثم قبلها الدستور كان ثم التفائل عند الأقليات على أن الكوتة سيكون ضامن لوجودهم الشرعي والقوي في مجلس النواب وبالتالي بالقرار السياسي رؤيتك طيلة الأعوام الماضية هل فعلا نجحت الكوتة بهذه القضية وإذا لم تنجح ما هي الأسباب أصلا أستاذ عماد الكوتة تدل على وجود مشكلة من الأساس يعني الكوتة لا تأتي إلا على وجود مشكلة وجود أقلية مهمشة بدرجة ما هذا اعتراف يعني وجود الكوتة بأي نظام سياسي هو نوع من الاعتراف بوجود مشكلة وإن لم يكن معلن يعني هناك نوع درجة من المجامع في المجتمع الفئات في المجتمع مهمش أنا لا أعد الكوتة بحد ذاتها سيئة أو جيدة ولكن في الوضع السياسي السائد في العراق طابعا المحاصصة في النظام السياسي السائد خلال 14-15 سنة الأخيرة تجعل من الكوتة أمر واقع أمر لا بد منه يعني لا يمكن أن تتعامل مع نظام محاصصاتي على أساس قومي وطائفي وديني وبالأخير تجعل من الأقليات مجردة بس فقط لكونها أقليات يعني عندما قرأنا ولذلك الكوتة في هذا الوضع الكوتة مسألة هي واقع حال يجب أن تكون موجودة يعني عندما قرأنا دراسات عفونا أستاذ عبد الحسين قرأنا استطلاعات ودراسات تشير إلى أن واحدة من النقاط الأساسية للعديد من الأقليات وبالأكثر المسيحيين والعيزيدين أيضا والصابئة ردودهم كانت عدم وجود من يمثلنا بالقرار السياسي فلذلك ازدادت نسب الهجرة بالإضافة للاضطهاد المجتمعي هناك اضطهاد سياسي واستبداد سياسي هل تسمي ما يحصل طيلة السنوات الماضية استبدادا سياسيا دفعا بهذه الأقليات للهروب من وطنهم طبعا بالتأكيد هذا واقع مثل ما تفضل الدكتور حتى نسب الكوتة هي تذهب بالنتيجة لأحزاب كبرى لأنهم مستحوذين على أسواق جزء من مرشحي الأقليات وشخصيات في العادة يختارون لها وجوه وبالأخير تحصل بحكم القائمة يعني حجم القائمة يحصلون على الأسواق يعني أنا سألت سألت أحد الصابئين عن ممثلهم بصراحة يعني نتحدثها فقال هذا ما ممثلنا هذا ممثل الأحزاب السنية قلت له كيف يعني هو ممثلكم قال لا هو بالأصل هذا الممثل راح مثل الأحزاب السنية وهناك ممثل آخر مثل الأحزاب الشيعية وتقدموا وممكن أن يكون صابئي بس فائز بمباركة أحزاب سنية أو شيعية مسألة صحيحة بالتأكيد يعني وهذا بأكيد يولد شيء من الأحباط لدى الأقليات وخصوصا هي الفئات الأكثر يعني ضعفا في المجتمع في ظل للأسف أطلق هذا العبارة في وضع مثل وضع السياسي بالعراق الذي يقوم على الأساس المحاصصة وجود ميليشيات ووجود قوة وخضاء مسلح والقوة هي التي تفرض نفسها ضعف القانون وإلى آخر فبالتأكيد هذا أمر إذا كان محبطا يعني كل العملية السياسية محبطة للغالبية العظمى من المجتمع العراقي فهي بدرجات أكبر بالنسبة لمجتمعات الأقليات أستاذ عدسين لو تسمح لي فيما بعد أناقش مع حضرتك ضمان إمكانية أن يكون ثم الديمقراطية حقيقية هل بوجود الأقليات في أماكن سرع القرار وأعود من جديد إلى أستاذ صائب حول المطرقة والسندان التي يبدو أن صائب خدر أيضا سيسقط في قضية المطرقة والسندان أنت فزت بأصوات هل ثمت استعانة بتيارات وأحزاب كبيرة يعني هل الأحزاب الكردية إن صح التعبير أو الأحزاب الشيعية حاولت أيضا أن تستثمر وضع الأيزيديين مأساة الأيزيديين وبدأت تختار من تدعم في هذه الانتخابات حقيقة يعني بالنسبة لي وهذا شيء يسعدني أنه أنا فزت بأصوات الأيزيديين وكنت أتابع عملية التصويت وقيمة الأصوات وكميتها بدقة في المناطق الأيزيديين وخارج العراق ومن خلال المفوضية والحمد لله والشكر كانت الأصوات قوائمنا هي أصوات الأيزيديين وهذا الشيء يعني أفرحني وعطاننا دعم مسألة المطرقة والسندان حقيقة يعني هذه مشكلة الأقليات سواء على الأرض والجغرافية أو على المستوى السياسي وأيضاً على النظام القانوني والسياسي وآلية صنع القرار التشريعي داخل قبة البللمان أنت إذا كنت ببحدة أو كنت وحيت ما رحك تقدر تمرر مشروع قانون ابتداء يا أما أنت أمام خيارات إما أن تكون مع كتلة وهذه الكتلة تضمن مصالح شعبك ولا تحسبك عدداً أو أن تكون مستقلاً وتغرد بحرية خارج السرب ولكن لن تحقق شيء إلى شعبك لأنه أنت تعرف أستاذ عماد الكتلة الكبيرة 20 مقعد 25 مقعد 48 مقعد سوف يكون له مزراء فبالتالي مسألة مهمة أن يكون لك مقاربة مع كتل أو تيارات تستطيع أن تضمن حقوق شعبك ولكن على أساس السياسة المصالح أنا قلت لك أنا كصائب ممكن أكون قريب إلى كثير تيارات وكتل ولكن اليوم أنا لا أمثل فقط صائب كشخص أنا اليوم أمثل شعب إيزيدي الشعب الإيزيدي يطلب من عندي حقوق يطلب من عندي قضايا التزامات إحنا عدنا مطاليب يعني أنا على مدى شهرين أو شهر ونص بدأت يعني أدور كل مناطق الإيزيديين عدهم مطاليب وعدهم ملاحظات الشعب الإيزيدي شعب ذكي وشعب المكونات كالشعب العراقي شعب ذكي يركز ويرصد الذي قبلك والذي قبل قبلك فبالتالي يؤشر على مناطق الخلل والضعف في اللي سبقوك وأيضا بين النواك فبالتالي يعني تسمح لي أقاضعك أنت يعني كنت في فترات سابقة معترض على ممثليكم من الأقليات بأنهم اندرجوا تحت عباءة هذه الأحزاب لكن اليوم بحديثك تحاول أن تبرر أن لا وسيلة إلا لهذا الولاء هذا أيضا سيرجعك إلى نفس المربع نفس المربع نحن يعني حقيقة هذا سؤالك جدا راقي نحن لن نكون في أي جناح إلا إذا لم يكن هناك ورقة تضمن مصالح شعبنا برقماتية السياسية أما أن نكون مع كتلة توافق على مصالح شعبنا والمطالب وأن تعطينا مساحة من الحديث والحرية والتحرك أما أن نبقى جالسين بدون أي تكتل أكيد أكيد ما رح تعطينا إياها بدون حقوق وبدون التزامات أنا أقول لك هذا اللي صار مع ممثليكم يعني طيلة الفترة الماضية أتابع حقيقة هذا اللي صار مع الممثلين يعني نوبات أشعر ممثلي الأقليات هم أكثر ولاء أحسنت وهذا النقطة نحن نريد نتخلص من عدها عملية الصهر أنا البارحة كنت في اجتماع وأيضا قلتها أن تصهر المكون داخلك هذا خطأ كل المكون بحيث أنا بعض النواب إذا تسمح لي يقولون هاي النائبة الأيزيدية الكردية هاي النائبة أيصلا الأيزيدية ما يقولوا هاي النائبة الكردية الضبط هاي النائبة الشيعي وها توصل لك هذا الشيء مرفوض بالنسبة لنا أنا كما تصار مرفوض أنا بالنسبة إلي مرفوض من زمان ولحد الآن ولهذا أنا ليش أقول لك إحنا بأن مطرقة وسندان عدنا تجارب أنت أن تصهر أن يصهر الممثل الأقليات اللي ذكر أستاذ في راس اليوم قال إنه أنا رشحت مستقل ورشح إنه بعض الأحزاب رفع التيارات ورفع الممثلين تمام هذا رح يكون بشكل أو بآخر تحت عباءة هذا الجانب إحنا أمام مسألة مهمة إما أن تكون مع كتلة تضمن حقوق شعبك نعم ولكن على أساس مصالح ومساحة من الحفاظ ليس الدمج أو أن تجلس في قبة البرلمان محترضا على كل السياسيات وأن تكون رقما مستقلا أن يكون مع مصالح شعبه ولكن لن يستطيع أن يحقق لأن أنت اليوم تحتاج مشاريع قوانين إحنا حقيقة هذه مسألة أكو نقطة أيضا النظام الانتخابي وأيضا نظام مجلس النواب لم يعطي فيتو للأقليات هذه مسألة الفيتو مسألة مهمة تضمن لنا الكثير من الأستقلالية يعني مثلا فيتو الأقليات ما هو فيتو الأقليات أن يكون هناك مشروع قانون يخص الأقليات ممكن نتمرر الكتل الكبيرة ولكن يجب أن يكون هناك فيتو للأقليات هذا الفيتو يفترض أن يكون على اتفاق جمعي من قبل الأقليات ممثليها وهذا ما أنا كنت أتمنى أن نلتقي مع ممثلي الأقليات ونشكل تحالف تحالف على الأقل جزئي يعني طيلة الفترة الماضية ما صار هذا التحالف وكنا دائما كنا نس وأنا أتمنى وأنا أطلب من خلالك ليس تحالف لتقاسم السلطة أو الجلوس إلى السلطة ولكن التحالف يكون للدفاع عن حقوق الأقليات والمكونات أكو نقطة أيضا فضل الكتلة الكبيرة أو الكتلة الكبيرة حقيقا التي تشكل الحكومة والتي مثلت الأغلبية لحد الآن من خلال متابعتي لم تجلس مع ممثلي الأقليات وهذا عدي جزء جزء مهم بالبرنامج وأنا أتمنى أن تركز عليه طبعا أنا أريد أوصل له وأناقشه في أجزاء أخرى من البرنامج آسف قاطعتك لكن أستاذ فراث هناك اعتراضات وآراء من شخصيات مسيحية كبيرة وأيضا شخصيات دينية يعني البطرياك ساكو اعتبر نتائج الانتخابات مفاجئة وأيضا يحمل المرشحين المسيحيين المسؤولية ما سبب تحملهم المسؤولية ولماذا اعتبرها المفاجئة استعماد بداية نحن لازم نعرف أنه الكوتا التي خصصت للأقليات هذا يدخل في إطار التمييز الإيجابي طيب بس هذا التمييز الإيجابي لا نكون لدينا دولة مواطنة قائمة بالصورة الصحيحة وسليمة لحد الآن لم نكن لدينا هذه الأسس لذلك نرى الاتراضات التي جاءت من الشخصيات مسيحية أنه نرى أنه الإشكالية ليس فقط من خارج المكون داخل المكون وخارج المكون نعم أدنى إشكاليات من داخل المكون أدنى هذا التشضي والتشرذ من اليصار نتيجة وأدى الانشقاقها إلى تسميات متعددة يعني نقول نحن مكون بين قوسين مسيحي أو تسمية القطارية صارت كل داني سرياني هذا جزء من المسؤول عن هذا الموضوع أنا كأشور الأحزاب السياسية وبعض المرجعيات الدينية أنا كمسيحي آشوري نعم هذه التسمية أبدا ما توالمني لأن هذا الشضي وتجزء الشعب هذه مشكلة والمشكلة الثانية عندك التشرذ من الحزبي اللي صار نعم أنه صار كل جهة تأسس حسب نتيجة لتسمية مثلا بدون مثلا حزب الفلان الآشوري حزب الفلان الكلداني التجمع الفلان السرية هذه مشكلة جدا كبيرة فبدأ كل مكون أو كل حزب منها إذا يخدم الفئة اللي تخصها أنا عندي شعب بين قوسين كديانة مسيحية هو شعب آشوري فعني من أسعد لشينت أتمنى أنه أخدمهم ككل بغض النظر عن التسمية يعني كلهم في نظري أنه آشوريين هذه وحدة المسألة الثانية عندك المصالح الضيقة الخاصة اللي صارت للأحزاب السياسية والشغلة الثالثة ما عندنا قيادة جامعة موحدة هنا ما أقصد قيادة سياسية وقيادة حزبية قيادة موحدة جامعة تقدر تجمع كل المكونات يعني قصدك مرجعية دينية أم مرجعية سياسية لا قيادة موحدة جامعة داخل البرلمان تجمع هذول الخمسة خمس الممثلين اللي هو قالها ساذ صائب يعني نعم يعني نوع من التحالف لا دع أحتي ضمن الخمسة خمس مقاعد من مسيحين فقط نعم أوكي أنه تكون أكو قيادة بعدين يتعاونون مع المكونات الأخرى يتعاونون مع الكتل كبيرة ماكو أي مشكلة طيب أنا تسمح لي يعني مجبر أذهب فاصل وأعود من جديد لمناقشة ما طرحته حضرتك حول هذه القيادة والمرجعية عزان المشاهدين فاصل ونعود من جديد أعزان المشاهدين والأقليات وأيضا حوارات تشكيل الحكومة أستاذ الدكتور فرس آسف قاطعت كنت تتحدث عن إشكاليات عديدة وأيضا أهمية وجود مرجعية إن صح التعبير للمسيحيين قيادة موحدة جامعة داخل بردمان العراقي للممثلين الخمسة حتى يقدرون كيف كان آداءهم من وجهة نظرك بصراحة طيلة السنوات الماضية طيلة السنوات الماضية يعني من وجهة نظر مو فقط من وجهة نظري راح تيك من وجهة نظر المجتمع الآشوري بصورة عامة سوى داخل العراق وخارج العراق نسبة فشل 95% مع كل احترامي واعتزازي لما قدموه بس نسبة عجز أو فشل 95% إذا مو أكثر لأنهم كان وصلنا الحالة اللي وصلنا إلىها هسا إذا نرجع قبل 2003 كنا تقريبا مليون و300 ألف هسا إحنا كنا من شكل 350 ألف بالعراق هذا الموضوع يتعلق بوجود من يمثلوهم في قبة البرلمان أم ظروف أمنية كلها مجتمعة نعم كلها مجتمعة بس إحنا ده نحشي كأداء للممثلين المكون نعم مع كل احترامي آني إلهم أنه نسبة العجز 95% من وجهة نظري طيب شون تبرر شون تبرر وجود من يمثل المكون المسيحي طيلة السنوات الماضية داخل قبة البرلمان يعني ينتخبون من جديد هل بسبب زيادة نفوذهم أم بسبب تنظيم أحزاب أم هناك أحزاب خنكون صريحين نعم كردية وشيعية تدعم شخصيات مسيحية لتأبيد وجودها بالبرلمان إذا نرجع لدورات سابقة قلت أنه أكون ممثلين رجعوا وانتخبوهم أدون الممثلين أنه أول شيء نتيجة انتماءهم إلى مؤسسة قومية عمرها 30-40 سنة داي تلاعبون بمشاعر وعواطف الناس هاي مسألة الثانية والمسألة الثالثة أنه خلوا نقول أنه هاي التسمية اللي جزأت أبناء شعبنا كانت عامل مهم أنه كل واحد داي تخندق تحت التسمية اللي هو يحس نفسه أنه ينتمي إلها فلا ينطي صوته حتى يصعدهم هاي وحدة المسألة الثانية اللي ذكرتها أنت طبعا قلت لك أكو توجه كان خصوصا في هذه الانتخابات الأخيرة توجه جدا قوي من قبل كتل وأحزاب لانتخاب ممثلين هم ضمن الكوتة المسيحية بس هم أعضاء في أحزاب أخرى هاي الأحزاب نوية لا أحزاب آشورية ولا أحزاب مسيحية فهذا التوجيه رح يصعد سؤالنا رح يكون هذولا ألمان رح يمثلون تمثيلهم ممن رح يكون رح يكون للمكون لو رح يكون للجهة اللي سعدتها نفس السؤال أعيده طرحة يعني لو واحد كان موجود ممكن أنه كان يجاوبنا كل صراحة رح أشوف أنه رح يتهرب من السؤال ما يقدر رح يجاوبه بس الغريب دكتور لو تسمح لي نحن حديثنا عن تشكيل الحكومة وإشكاليات تشكيل الحكومة في فترة سابقة كنا قد تحدثنا مع النائب يونادم كنة وكان ممتعظ من بروز وزير من المكون المسيحي ويقول هذا لا يمثلنا طيب يعني الناس كيفت وفرحت أكوتكنقراط من الأقليات صار وزير مصحيح هذا الكلام زين ليش المكونات فيما بينها تقول لك هذا ما يمثلني وهذا ما يمثلني ساعمات نرجع نقول أنه هاي حالة عامة نتيجة توزيع الاسترضائي للسلطات بالعراق يعني ما ممكن أحصر حقوق ومتطلبات مكون كامل بمنصب وزير أو وكيل وزير أو مدير عام وهذا المنصب هو منصب شرفي بس هاي مطالب مطالب العديد من الأقليات يقول لك احنا خلي صرح لدينا قرار بالدولة نعم ساعمات مني صرعتكم واحد يجي يعترض للنائب والنواب الآخرين لا أنا ضد هذا الاعتراض نعم جملة وتفصيلا لأنه بغض النظر عن أي شيء أنه من التكنقراط أنا حتى لو ما وصل واحد من المكون لأي وزارة يستنم بس تكون الوزارة الكابينة الوزارية كاملة من التكنقراط هذا الشيء أنا أشعر بالارتياح لأنه راح نشوف أنه راح ينفذون مهامهم وواجباتهم يعني يبدو أن سيد يونادب كنة يريد من يمثله يعني هو من 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 اختار الوزارات وصار وزير بيئة اختار ابن أخته صار وزير بيئة لكن من إجاء للعلوم والتكنولوجيا فارس ججو قال لا هذا أقرب إلى الشيوعيين أقرب إلى المدنيين من المسيحيين نعم الاستاذ فارس ججو باعتباره أنه كان مرشح ضمن كتلة الوركاء نعم في انتخابات الفات اللي صعد على أساسه كوزير نعم فالبعض اعتبرون أنه هو من الحزب الشيوعي كان أكو توجه من الحزب الشيوعي أنه ينتخبون فارس ججو زين هسا أكو أربعة من أصل خمسة نعم هم تابعين الغير جهاد إذا هذول منهم صار واحد وزير أو من جماعتهم صار واحد وزير هم راح يطلع أحد وراح يعترض زين اعترض وشنو النتيجة قبل شوية تفضل استاذ صائب قال أنه فيتو فيتو لق أوكي بس هذا البيتو ما يكون ما راح يكون فاعل نهائيا لأنه أي قرار يخص المكونات دكتور فراس إذن يعني من حيث انتهى دكتور فراس مزاجيات الكتل الكبيرة هي التي تتحكم بمصير الأقليات وتوجهاتهم مثل ما أشار دكتور فراس والعديد أيضا من باقي الأقليات أن من صعد اليوم يمثلون أحزاب يا أما شيعية يا أما كردية وهذا يعني طمس لمعالم وحقوق الأقليات أستاذ عبد الحسين نعم أستاذ عبد في الحقيقة مسألة موضوع الأقليات في العراق أصبح موضوع معقد لأنه نفس الوضع السياسي والنظام السياسي هو نظام التي تلاحظ الآن لا يوجد بلد في العالم في حجم العراق تشارك به مئات الأحزاب السياسية في انتخابات نيابية بلدان فيها مئات الملايين من النفوس لا توجد فيها سواع على عدد أصابع اليد هناك من يشير هناك تشاردم مثل ما أشار هناك من يشير أن هذه النتائج هذه النتائج المخيبة لآمال الأقليات يعني تؤثر على ترسيخ الاستقرار والسلم المجتمعي في مدن شهدت صراعات يعني اليوم نحن نتحدث عن مأساة الأيزيدين اليوم متخوفين من تزايد هجرة المسيحيين وبالتالي خيبة في الانتخابات طبعا الآن في ظلها الوضع السياسي مسألة الأقليات تصبح مسألة يعني مسألة الضرورة يعني نعم مسألة الوجود لا أكثر ولا أقل وإلا ما معنى أن يكون الإنسان تدخل مجموعة أو مثلا مجتمع جزء من المجتمع تحت مسمى معين يدخل إلى الانتخابات ما عنده أي مطلب سوى أنه مسألة هويته وجوده لا شيء نحن نحضر المجتمع العراقي إلى مستوى أنه ما مطالب لا الحكومة ولا البرلمان سوى أنه يرفع اسم لا أكثر ولا أقل لا يقدم لقدمات ولا يقدم لأمن ولا يقدم لأمان ولا يقدم لأي شيء وهذا النظام السياسي هو اللي يجعله مستوى توقعات المجتمع هابط إلى درجة بحيث الفساد يستشري بضراوة وبدون خوف من أي حساب لأنه مجرد يرفع اسمه انتهى لا يريد أكثر من هذا هذا يعني حالة بدائية إلى درجة يعني مزرية وهذا اللي يخلى الوضع السياسي بالعراق أنه المحاصصة هبطت بمستوى توقعات المجتمع الآن المجتمعات الأخرى ليش عندها 4-5 حزاب بمئات الملايين نفوسه لأنه متوحدة ومنقسمة حول مصالح وليس حول هويات حول مصالح مؤينة عامة ولذلك مضطر الأعزاب السياسية بدرجة معينة أن تجري جزء على الأقل من برامجها التي خاطبت بها الجماهير حول مصالح ومتابعة هذه المصالح حتى تضمن جزء من التأييد في المستقبل الآن ما مطالب من أي حزب سياسي في العراق سوى أنه يرفع من سقف خطاب المتعصر ويكتفي بهذا يحصل على أصوات بالانتخابات القادمة شكرا جزيلا أستاذ عبد الحسين أستاذ صائب عودة إلى موضوع مهم وإيضا هو موضوع برنامجنا وإحنا كنا نمهد لغضية كلش كبيرة الآن تدار بالكواليس حول حوارات تشكيل الحكومة هل تشتركون أنتم الآن من الفائزين وتمثلون الأقليات ما الذي يدفع الكتل إلى عدم الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الأقليات هل كانت هناك وجهة نظر الأقليات في الحكومات السابقة واليوم هل يوجد تغيير بالرؤية يجب أن أؤكد على نقطة أيضا التي ذكرتها أستاذ عمات إنه بعض ممثل الأقليات يأما أن يكونون تحت الكتل الكردية أو الشيعية أو السنية أو الكتل الكبرى حقيقة أحنا ما زلنا لسنا تحت أي كتلة ولن نكون تحت أي كتلة حقيقة أنا كشخص سوف أكون ممثلا بشقين الشق الأول إيزيديا والشق الثاني عراقيا في قضايا الوطن وهذه النقطة سوف أعمل على الحفاظ عليها بشكل كبير وأيضا حتى إذا كان هناك تحالفات في هذا الجانب سوف نرسمه على أساس وصالح شعبنا حقيقة اليوم الشعب مثل ما ذكرت أنه يطلب من عدنا وكثير حقوق فبالتالي هذه المسألة مهمة مسألة تشكيل الحكومة أنا من خلال متابعة أحدي إلى اللقاءات التي تمت من خلال الكتلة الأكبر أو الكتلة التي حصدت الأصوات الأكثر لم أرى لقاء تلفزيوني أو لقاء جماعة ممثلي المكونات مع هذه الكتلة وأنا أعتقد هذه مؤشر سلبي وغير صحيح بغض النظر عن كانت هذه مثل ما ذكر الدكتور فراس أنه بعض المرشحين من كوتى الأقليات بالنسبة للأخوة المسيحين أو الأصابع المندائين تتبع إلى كتل معينة ولكن أنا في اعتقادي يجب على الكتلة الأكبر ليس يجب وإنما إلزاما على الكتلة الأكبر أن تجلس مع ممثلي المكونات في الكوتى من الشبك والفيليين والمسيحين والأيزيديين والصابع المندائين حقيقة على الأقل لن نقول الالتزام بآرائهم الاستئناس بأفكارهم في تشكيلة الحكومة الجديدة وأحنا حقيقة يعني إذا تكون حكومة في الحكومة القادمة بدون تمثيل للأقليات أو للمكونات أنا أعتقد لن تكتمل الصورة العراقية العراق جميل بمكوناته وعدم وزيد أساة عفوا أيضا ترسيخ للمحاصصة أنا رح أقول إذا كانت تكنقراط أنا معك إذا كانت تكنقراط فأعتقد للأقليات تكنقراط إذا كانت على أساس العددية فللمكونات أيضا عدد إذا كانت على أساس الشباب فللمكونات والأيزيدين شباب إذا كانت على مستوى النساء إحنا مكونات جزء من الشعب العراقي إذا كانت على أساس التكنقراط قلت لك سوف يقول لنا لو تسمح لي بعد الفاصل يعني مجبر أذهب إلى فاصل وعاود لمناقشة رؤيتكم في خطوات تشكيل الحكومة وما هي دوافعكم للاشتراك فيها عزال المشاهدين فاصل ونعود من جديد أعزال المشاهدين والحديث عن حوارات تشكيل الحكومة ورؤية الأقليات في هذه الحوارات أستاذ صائب هل تحاولون الذهاب باتجاه الكتل لبدء التفاهمات هل بادرتم إلى كتلة معينة هل تجدون أن ثم التباين من كتلة إلى كتلة كتلة فعلا تريد تمثيل حقيقي لكل مكونات الشعب ويمكن كتلة أخرى تصر على مبدأ التكنقراط والحس الوطني وهذا قد أيضا يناسب توجهاتكم باعتباركم أقليات من الأقليات الواعية التي تريد أن تؤكد على ترسيخ الجانب الوطني والمهني بعيدا عن الحصص التي سببت بلوة العراقيين طولة المؤمن أنا كشخص حقيقة مع أن تكون هناك حكومة وطنية شاملة على أساس التكنقراط بعيدا عن المحاصصة لأن هذه المحاصصة أحنا عرفنا ولكن على أرض الواقع هل سوف يكون تنفيذ لهذا الشيء أنا أعتقد مستبعد مع هذا نحن مع هذه الفكرة ولكن هناك تيارات وكتل حقيقة مع حقوق المكونات وطالبها أن تكون لها وجود في الحكومة القادمة ولكن في الحقيقة أيضا نحن نطالب أن يكون الكتلة تستمع تستمع إلى مطاليب الأقليات والمكونات في التشكيل نحن الأخ الأكبر الذي يفزنا بالانتخابات تعالوا نحن نشكل الحكومة نحن نعرف أنتم مع فلان أنتم مع فلان بس تعالوا نقعد ما رأيكم الحكومة ستشكل على الأقل يستمع لنا يعني بغض النظر عن كانت المسيحين كانوا مع جهة معينة أو هذا هو جزء من الاختزال حقيقة وأنا أعتقد هذا شيء نحن فتحنا باب نعم نحن كأشخاص طرقنا الأبواب أنه نلتقي شعبنا يريد هذا الشيء أنا اليوم أنا ما أمثل لا أكراد ولا شيعة ولا سنة أنا اليوم بغض النظر عن التسميات أنا متعود أحكوياكم صراحة أنا أريد يعني أستثمر هذه الصراحة يعني ما الفائدة للأيزيديين أو للمسيحين أو للعراقيين أن يأتي شخص يمثل جهة معينة في وزارة يا أخي ممثل مثل وزارة البيئة شخص مسيحي ما صار للمسيحين أنا ليش أقول لك أنا ليش أقول لك يعني إذا أجأ شخص أيزيدي ليس بالضرورة أنا أقول لك ياه ليس بالضرورة إذا كان البناء على أساس أن تكون حكومة تكنقراط شاملة للجميع لا بأس إذا كان بها أيزيدي أو ما يكون بها أيزيدي ولكن هل سينفذ هذا على أرض الواقع واحد اثنين يخشى المكونات ونحن الأيزيديين أيضا أن يكون هناك تمثيل بالحكومة من خلال هذه الكتلة الكبيرة التي قلت يعني كتلة كبيرة ترشع لك شخص من خلالها تمام لولا هذا الرجل اللي مرشح على أو الرجل أو الشخص اللي مرشح عن طريق الكتلة الكبيرة لجهاز التنفيذي سوف يكون على أجندات حزبية لن ينفذ إحنا اليوم أنا محمل بالرسالة من شعبنا من ناسنا اللي انتقبوني على أساس صوت إيزيدي أنت الناس قلوا لي بهالعبارة أنت تروح تمثلنا بالبرلمان ما تمثل سين وصات وغيرنا هذه النقطة أيضا بالحفو لكن أنت اليوم تمثل العراق كلها حتما حتما أنا قلت لك الممثل البرلمان ثلاث حالات به الحالة الأولى يمثل قضية شعبه بعدين قضية دائرة الانتخابية وبعدين قضية وطنه وحذي الأمور سنستمر عليها هل تعتقد صائب خدر أنا كثيرين من الناس اللي بالبصرة والناصرية والعمارة وكانوا ممتنين أن يصوتوا لي هل راح أترك قضايا شعبي وقضايا التيار المدني وقضايا القضايا الأخرى هؤلاء جزء من عندي وجزء فرحانين وأكثر اللي باركوا لي كانوا هم أصلا متفائلين بفوزنا طيب أنا أريد أستثمر الوقت هل صارت لك تحركات يعني اليوم يعني قائمة سائرون تقول نحن مع الأقليات قوائم أخرى تقول نحن نفتح أبوابنا نحن عراق جديد نحن بلد بعيدين عن أي نوع من التضييق العنصري كل هذا وين بوادرة باستضافتكم حقيقة نحن كثير من القوائم التقت بنا ولكن نحن حاولنا وطالبنا أن نلتقي بكتلة السائرون ولكن لحد الآن حقيقة أنا أكثر من طلب قدمت أنه نلتقي مع كتلة السائرون هذا قتلك هذا مطلب شعبنا شعبنا يريد تلتقي مع كتلة السائرون تستمع من عدهم على تشكيلة الحكومة المشكلة أستاذ عماد الشعب يحاول أن تكون لك جزء بصمة في العراق تشعر شعبك ما أنه أنت جزء من بصمة في العراق اليوم اليوم الجلسة التي صارت والتي كنا نلتقي أن نرى على التلفزيون التقى في فلان قلت لها التقت بفلان المكونات لم يوجد أنتم أين سؤال كبير سألوه من مواقع خاصة في ظلم أساة العزيديين سؤال كبير يسألون قصدي قضية تدويل هذا الموضوع شعبنا المؤسسات الدينية الجماهيرية الفعاليات المدنية مواقع التواصل الاجتماعي تسألنا سؤال كبير أنت وين إحنا انتخبناك أنت وين أنت وين تجلسون مع هذا تقولوا لحقوقنا تعرف أنت اسمح لي إحنا عدنا مشاكل سنجار بيها مشاكل سهل يرضينا إحنا فبالتالي إحنا أيضا أمام معضلة كبيرة معضلة أن تكون مع كتلك عدد ومعضلة أن تكون مع حقوق شعبك حقيقة إحنا لو اضطرينا أن نكون بين هالخيارين لا سوف نلجأ إلى حقوق شعبنا ونكون مع شعبنا شكرا جزيلا أستاذ صعب دكتور فراس يعني حقيقة نفس هذه اللوعة في رؤيتكم هل من المهم أن تكونوا حاضرين كمسيحيين في تشكيل الحكومة ماذا سيضيف للمسيحيين قضية المساهمة طيب ما أنتم ساهمتم وكانت أغلب هم اعترضين على تمثيل بعض من أصبح وزراء ويمكن هناك من من اعتبر أنه لا ينتمي للمسيحيين لكنه ينتمي إلى مكون ما هو اللي رشح والدليل أنه أحد هؤلاء الوزراء يعني دخل مع رئيس الوزراء السابق مصحيح نعم فسؤالنا وين دوركم اليوم بتشكيل الحكومة هل لديكم رؤية جديدة استعمال أول شي لازم نعرف أنه الديمقراطية هي حكم الأغلبية واحترام حقوق الأقلية بالعلاق هذا الشيء ما صار النظرة الدونية للأقليات هي أن تحكم هذا الشيء سياسيا أو مجتمعيا دعنا نكون أكثر نحام Noveكي نحشي تشكيل حكومة فأكيد ستكون سياسيا سياسيا إذا أنا نحشي مجتمعيا أنت تفضلت بالبداية أنا جبت أصوار بالجنوب من قبل عراقين أيًا أتشرف وأفتخر بهم همازبطهم هذا المجتمعيا ما سيحفز السياسيين أن يعني بين قوسين لازم يخجلون يلتفتون يقولون شوف مكونات المجتمع زين احنا هذا الخجل ما بدأ من 2005 انا دعا سئلك لانه هسا اكو تغيير هسا اكو تغيير احنا اكو وعي مجتمعي بس وعي سياسي لحد الان محصول بثلاث مكونات اساسية نسميها بمسميات الشيعة السنة الاكراد فهذا صار فتعرض دستوري انه تقاسم السلطات راح يكون بيناتهم وهو توزيع استرضائي حتى حكومة التكنقراط اللي دي طالبون بيها كسائرون او غيرها راح نشوف انه احنا راح نكون معها مع هاي الطروحات بس الواقع للاسف دي نشوف انه غير صورة اكو غير تحركات غير تحالفات راح نرجع خلوا نقول للنقطة الاولى وهذا ما لا نتمنى يعني بس احنا كمسيحيين دينيا كاشورين قوميا راح نضيف راح نضيف انا نضيف للحكومة انا نعتبر انه يعني المنصب هو تكليف وليس تشريف بس احنا هاي دينطوها للاقليات هي عبارة عن صورة تجميلية تجميل الكابينة الوزارية انه ضم كل المكونات فهذه المشكلة انه تأثير ما راح يكون قوي سمعت هاي تعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلأ اكون صريح وياك يقولون هذا الممثل يمثل قائمة فتح ما يمثل المسيحيين هذا اللي صعد اليوم هذا مسيحي شيعي هذا يمثل هذا يشقد الى تأثير الان على شرعية انصح التعبير شرعية وصول المسيحيين الى قبة البرلمة هذا اذكر لك نقطة جدا مهمة نعم ابتدى تقول انه دورهم في تشكيل الحكومة نعم زين اذا هو تابع لجهة اربعة منهم تابعين اثنين لي مكون واثنين لي مكون اخر زين ما راح يقعدون وياهم على اي اساس راح يشكلون الحكومة اذا هم جزء من عندهم فتأثير اش راح يكون مجرد تجميل حتى الدعاء الاعلانية هي من حتى الدعاء الاعلانية مجرد انه قتلك ايا تجميلية لا اكثر يعني هواي من المسيحيين يشعرون بالخيبة لان ممثليهم اللي يريدوهم ما كانوا بهذه الانتخابات ما صعدوا المشكلة ايضا نرجع نقول انه العزو في الانتخاب اللي صار اثر بصورة جدا كبيرة يعني احنا اذا نرجع نزمة المشاركة خلينا نقول بصورة عامة لابناء شعبنا داخل عراق خارج العراق من وجهد نظري ما تتجاوز العشرين الى خمسة وعشرين بالمئة على سبيل المثال الولاية ميشيغان اللي بيها اكبر تجمع لابناء شعبنا يعني اللي حق لهم تصويت اكثر مئتين وخمسين الف اللي صوتوا ثلاثة الاف وستمية فقط مهم قد تنطيها نسبة مشارك هذا كان اكو خلل نعم فخلل جدا كبير فأيضا انه اللي وصلوا اللي وصلوا للبرلمان العراقي انه دورهم في تشكيل الحكومة ما اعتقد راح يكون لهم اي دور نهائيا شكرا دكتور السادة عبد الحسين في ظل التغيير الديمغرافي المتخوف منه في سهل نينواء هناك من يقول ان حيمنة وظلوع الاحزاب الكردية بابتلاع الاقليات وممثليهم سيؤثر سلبا على ما يحصل اليوم في مشاكل وصراعات سهل نينواء نعم يعني لا زالت حيمنة الاحزاب الكردية وصراحة نعم سهل نينواء والمناطق ذات الغالبية المسيحية خصوصا تقع على تخوم يعني مناطق اقليم كردستان ومناطق الاخرى يعني نينواء وبقية المناطق وبحكم هذا الموقع هناك تنازع في ما يسمى عرضا متنازع عليها او كل يستثمر فرصة معينة للزحف واخذ اكبر ما يمكن من اراضي وذلك وقع خصوصا المسيحيون في يعني في هذه الدوامة في هذه الدوامة لانه المناطق هي جزء من مناطق التنافس للسيطرة سواء من قبل الحكومة المركزية او من قبل بين نينواء ومناطق قليم كردستان وما شاء الله يعني هنا تصبح اشكالية اشكالية بناء دولة وطنية هذا يقود الى تنافس السياسي ايضا يقود الى تنافس السياسي طيب وانا حبيت اوضح مسألة بخصوص كوتا كوتا هي تدل على مشكلة ولكن ليست هي المشكلة يعني ليست هي المشكلة المشكلة في المحاصصة شكرا جزيلا استاذ عبد الحسين آسف لان وقت البرنامج انتهى في ختام حلقة اليوم اتقدم بالشكر الجزيل للضيوف الكرام الاستاذ صائب خدر المرشح الفائز عن المكون الايزيدي الدكتور فراز قورغيس استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد والباحث والكاتب الاكاديمي عبد الحسين شايع للمزيد من المعلومات راسلونا على البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشة تحيي لكم مشاهدينا وإلى اللقاء